أهلا بكم في هذا الفيديو سنتعلم الفرق بين Possessive Adjective and Possessive Pronoun Possessive Adjective بالعربية صفات الملكية Possessive Pronoun ضمير الملكية My shirt is green يعني قميصي هو أخضر Your book is new Your book كتابك His pillow is soft His pillow مخدته His pillow Her dog is small كلبها Her dog Its bone is old Bone هو العظم عظمه It's تعني تستخدم لغير العاقل للحيوانات وللجماد Our bird is noisy طائرنا فيه ضجير noisy يعني يصدر كثير من الأصوات Our bird Our bird Our bird سنتق كذلك Our bird Your house Your house منزلك أو منزلك أو منزلكم للجامعة المفرد Their car is slow سيارتهم Their Their car سيارتهم أو سيارتهن هنا Mine The shirt is mine القميص لي القميص لي Your book is yours The book is yours الكتاب لك أو لكم The pillow is his المخدة له The dog is hers يعني الكلب لها يعود لها هي لكن It لا نستخدمه في هذه الصيغة لا نستخدمه فقط في هذه الصيغة Its bone is old لا نقول The bone is its Our The bird is ours الطائر طائرنا The bird is ours The house The house هي المنزل The house is yours يعني البيت لك أنت أو لكم أو لك The car is theirs السيارة لهم The car is theirs كما تلاحظون هنا فpossitive adjectives تأتي قبل الاسم أما فتأتي بعد الاسم والفعل يعني تأتي دائما بعد الفعل هنا The shirt is mine شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء